هنبدأ شباب دلوقتي في الهومورك اللي علينا كان لدينا تكمل التو كومبوننت وبعدين التو كومبوننت فعنا كنا وقفنا في الهومورك لحد اجزام من 28 هنبدأ بسم الله دلوقتي من اول 29 بسم الله اول سؤال عندنا بقولك مفيش مقاومة اصلا حلو يعني انا معي الو سي فقط فقال لك ميلا بقي علاقتهم ببعض او ايه الارقام بتاعته كنا احنا خدنا لو انت عندك ال و سي ال في توتل هو عبارة عن في ال ماينوس في سي ده الكنديشن بتاعنا ماينوس مش بلاس حلو طبعا معيش معروبات تانية و معيش غير بس ان ال في توتل 75 فدور في الاختيارات ايه الرقمين اللي ماينوس يدي 75 اولا بالاستبعاد ماينفعش دي لانه ماينوس بزيرو وماينفعش بي لانه ماينوس بـ 25 وماينفعش ايه لانه ماينوس بـ 50 فالحل طبعا هيكون مين هيكون ايه اللي هو هيبقى 200 ماينوس 125 بحيس الماينوس يطلع كام 75 فده اكدلك فكرة ال ال والسي كوبوننت لازم ماينوس امت بلاس الحاجات زي بعض امت مايساجرس لو ار مع كوين او ار مع كاباستور او ار مع ال اتنين لكن ال والسي لازم ماينوس فده سؤال تحل بإيه اللي استبعاد وتعود عالفكرة دي نمبر سيرتي بقولك معي كوين is connected to unknown component component مجهول and an AC power supply as in the figure if the total voltage equals the potential difference between the كوين VL بلاس بلاسها بلاس the potential difference between the terminals of component Y حلو امتا يبقى بلاس بلاس للسائلين او تبقى بلاس في حالة حاجات شاه بعض فلو ده كوين بيور يبقى الكمبوننت الانون لازم يبقى كوين بيور او بس كده فاندور على القصة دي تبقى يقولك so the component why should هال استحالة لده كوين induction coil of zero resistance او هتبقى بيه كاباستو الغلط طب ايه الفرق بين بيو دي دي قالك induction coil having omic resistance يعني ده كوين مع مقاومة لكن ده كوين فقط فالانصر طبعا هتكون b طب جميل number 31 نفس الفكرة بقى انا غيرت اللعبة خليتها minus يعني induction coil متوصل برضه بقى unknown component والv total minus minus دي بتحصلش غير لو كوين مع مكسف كاباستر او electric كاباستر لازم يبقى كاباستر فطبعا الانصر هيكون c طب جميل 32 واحدة واحدة بقى برضو الاسئلة بتعتمد انت تقرى l choices ولكن which of the following circuits when the switch k is closed بتقفل بتقفل السويتش the value of the potential difference decreases انا عايز ال v l واحدة واحدة لو قفلت انا و مش عشب ترام قلت لك قفلت ايه سويتش ال r و l v u l لما تقفل السويتش هنا ال x l هتقل ليه ال l وال l بارل ف ال l هتبقى l over 2 ف ال x l هتبقى x l over 2 ف ال v هنا هيقل يبقى اكيد ال v l اللي هو بيتكلم عليه زيد ما تنفعش تروح للبعد هنا قفلت السويتش ال c زادت بس ال x c قلت ف ال x c بقت x super 2 ف ال v هيقل ف ال v هيقل ف ال v هيقل بل v هو بيتكلم عليه على ال r هيزيد يوه دي برضو ايه برضو هتبقى غلط الناس اللي بتقول لي بسطر انت علفت الينية انها ده يقل و ده يزيد من فكرة ال currentة عشان بس الناس اللي كانتش ايه من كزا شوية شابت روانا عندها مشاكل ما انت لو بتوصل ال barrel الطبيعي ان ال opposition هتقل فاني يحصل ال current هيزيد فال current اللي ماشي هنا لما يزيد i ف r لازم تؤدي لفولت اعلى نفس المنطق هنا عشان هو خدتها من منطق ال i خدتها من منطق ال v طب قفلت هنا ايه اللي يحصل ده بقى شرط circuit يبقى الكويل ده يتلغى يعني ال x l اتلغى دلوقتي خلاص مفيش x l فطبيعي ان الزد ده بقى الزد ده تقل ايه الزد ده تقل فلما الزد ده ايه زيد طب جميل ايه زيد يبقى كده ال v هيزيد او بمنطق تانى ناس بتفهم في الفولتج قفلت السويتش بدل ما السورس كان وزل حاجتين هيروح كله للرزيستنس كله يبقى كده الفولتج هيزيد فبرده غلط تعال هنا قفلنا السويتش دولة بقى اوبرل فالر قلت لر على اثنين فالفولت هيقل لل v على اثنين ماشي؟ الر قلت للنص فالفولت عليها طبعا هيقل للنص اول مهم وخلاص من غير ما تدخل نفسك في متاهات فالحال هيكون فالانصر طبعا هتكون دي فده سؤال معتمد ان انت تقرأ واحدة واحدة طب كميل 33 يقولك ماشي يبقى انا معايش غير L مع C او كويل مع كباستر كويل مع كباستر ده ال VL وده ال VC وده ال I فكان ال V السابق ال VC بانجل كام 180 بس اوه يبقى ال VL LEED ال VC باي ال VC باي 180 فطبعا هتبقى LEED ال VC 180 فالإجابة هتكون دي 34 فكرة بردو نظري بيقولك as the opposite figure represents the vectors of the total voltage V and the current I . In AC circuit consisting of AC source and 2 pure component 2 pure component will V or I in phase يعني in phase يعني مشي مع بعض طب هما مدام إن فيز يبقى أكيد لازم يبقى لازم يبقى رزيستانس ما يفعش رزيستانس مع كويل ولا رزيستانس مع كباستر إبقى فيه فز ديفرنس ولا كباستر مع كويل هي الفرق 180 فاتبعتوه أميك رزيستانس طب جميل بص لبعضه يعني هو لأقلك بقى كم بصبر رخمة ولا أقلك كان كام ده هو أقلك زاد بخمسة واربعية طب أنا عرف منين تركز إن انت أين كان نوع كمبوننت لما تقفل السويتش الكمبوننت هنا حيبقى دد بسم الله كده فمش حبقى غير كويل فانت مذاكر نظري لو كويل بس او ادي الاي و ادي الفي ال يبقى الزوية لازم بتساين يبقى بقى التساين طب هو قال إيه زادت بخمسة واربعين يبقى هي كانت خمسة واربعين بص اللفة يعني الأنجل كانت فورتي فايف فلما زادت بفورتي فايف بقت ناينتي عرفت منين ناينتي إنه هو بقى كويل بس يبقى كانت فورتي فايف كانت الفيتوتل هنا فورتي فايف حلو طب هو فورتي فايف يبقى أنا لما أعمل تان سيتا لازم تطلع هنا اكس ال أكيد على ار تمام والتان دي يعني تان كام تان فورتي فايف فتطلع بوان يبقى الوان ده هو عبارة عن اكس ال اوفر ار فعشان يطلع بوان يبقى لازم قيمتين قد بعض إن ال اكس ال ايقوال الار طب ال اكس ال اللي بكام بتن يبقى لازم الار تكون بكام بردو الار تكون بتن ماشي طب ليه ما ننفعش نختار كاباستور لان ما ننفعش كاباستور مع كويل ده كان يبقى الفيس ديفرنس ب180 طب دي ما تنفعش طب ليه ما ننفعش اندوكشن كويل لان اندوكشن كويل زيه كان هيبقى انفيز فلو زادت ب45 لازم تبقى 45 جميل جميل فما ينفعش اندوكشن كويل حلو حلو طب ايه تاني هنختار طبعا هتبقى هتبقى سيه ما ننفعش طبعا ايه سي سورس خالص تماما يبقى الفكرة كلها ان انا او ما ننفعش كبان اندوكشن كويل برضو علشان انت لو شرطت عليه شلته هو كان كويلات فالزاوية بتسعين شلته كويل بقى كويل فالزاوية برضو بتسعين ما ننفعش تزيد اصلا يعني الجملة دي نتنفعش لانه ولاك زاد فما نفعش كويل تماما ولا كاباستور فما دام زاد ب45 وانت عارف انه بقى كويل بس فالزاوية بقى التسعين يبقى يا كاس فورتي فايف فورتي فايف دي يعني تاني الفورتي فايف يدي وان تاني هو وان يعني اكيد اكسل على اقار والاتنين ايكول فلو اكسل التن يبقى لازم اقار تبقى بتن فبرضو ده من الافكار اللي فيها تفكير شوية وتركيز وطاع التجارة بالاختيارات سورتي سيكس بيقولك ماشي حلو طب في توب كام بفورتي طب جميل وده بسكستي وده بفورتي زين زا توب كومبوننت اكس وواي لو ركزت الفي توتال بون هندرد هو انا قلتلك امتى الفي توتال بتسوي سمميشن في وان بلاس في تو لو حاجات شاه بعض لان دي وان هندرد ودي سكستي ودي فورتي طب كده كلام جميل الكلام دا محصلش غير لو توب كومبوننت يا ار و ار يا ال و ال يا سي و سي فماينفعش كابستور مع اوميك رزيسيستنس وماينفعش كابستور مع اندكشان كويل لان هتوبه مينوز وماينفعش اون اوميك رزيستنس مع كويل برضو خلاط لازم حاجات زي بعضة ما تبقى اوميك رزيستنس وحود واير اميتر ليه لان ال حوت واير اميتر اصلاً رزيستنس الاميتر دا عبر من جوة عن يوم بعدا fortun sencill راديم وير برايل معيه الشانت رزيستنس فدول حاجات انشاء بعض اكنهم اتنين فالاجابة هتكون بيه. جميل. تعال لبعده. سيرتي سيفن بيقولك انزا شون سيركت. ماشي. كاباستور وفاريبل كاباستنز ذات هاز كاباستنز ري اكتنز اكسي وان. وكان في الاول اكسي اكبر من الاكسي ماشي. وقال لك كان كان كاباستنز اكباستور دي كريزيس تو كورتر. يعني السي قلت للربع ده بسم الله كده. فلو سي قلت للربع الاكسي طبعا هتزيد اربع مرات اهو الاكسي طبعا تو. هتبقى فور ان ده عكس ده اكسي سي وان. ماشي. بعدين وقال لك الاكتر الكارنت هاز انكريز تو دابل. يعني اي تو بالراحة بيساوي اتنين اي وان. ماشي. فكلي بقى الاي كده. فالاي بتتفكي ازاي. اي تو هتبقى في. على زد. في الحالة التانية. هتساوي هنا اتنين. في على زد في الحالة الاولى. فانا ما غيرتش السورس. يعني السورس ده ايه ثابت. فالفي تروح مع الفي. ماشي. فبعدين اللي يحصل. اللي يحصل ان انت هتعمل. كروس ملتي بليكيشن. فتطلع لك كده زد وان اك والاتنين زد تو. والنا بيركز. الزد دي هتتفك ازاي. الزد ده هتفك ايا اكس سي واناس اكس سي. عم اكس سي واناس اكس سي لحصل مين الاكبر. في الحالة الاولى. حتبقى XL minus XC1 equal 2 في الحالة التانية من الأكبر XC2 XC2 minus XA XL ماشي طب XC2 بكام قالك بFour XC1 يبقى نشيل دي وحط مكانها Four XC1 ماشي يبقى نحن نيجي كده نشيل دي نخليها Four XC1 ماشي هنوزع لتو فتطلع لكده XL minus XC1 بتسوي 2.4 بـ 8 XC1 minus 2 XL فإن لا هيحصل هتروح دي إن حالتانية من البلوس يبقى هنا في 9 XC1 والمعلمة دي هتروح بالإيه هتروح برضو بالبوستف يبقى 3 XL ماشي طب دا كلام جميل هو باعز مين على مين هو عايز XL على XC1 فانيجي هنا هو XL على XC XC1 فانا لمقول XL دا على XC1 دي تروح بالdivided فال3 برضو تروح هنا حالتانية بالdivided فتطلع 9 over 3 يعني 3 over 1 فالأنصر طبعا هيكون C فإنكنا برضو محتاجة تركيز وتركيز Z دي أنا بتتشك XC minus XC أو XC minus XL حسب مين لا أجبر جميل؟ جميل جدا 38 38 سؤال بقى عليه على الكاباستور مع DC source طبعا احنا عارفين الكاباستور مع DC source بيبقى open circuit ها يعني متتتعامل مع انه open circuit متخززن فيه شحنات عليه potential difference بس ما يمرش فيه طيار block ما عديش current فأنا هبدأ اول حاجة كده اركز انه current هيطلع من هنا هيمشي كده بس ها يعني I1 هو هو I3 هيكمل كده مفيش طيارة يمشي في النص فالcircuit كده وكانها سركة series chapter 1 فحقول I1 اللي هو هو I3 بيساوي 15 على كام؟ على 7 plus 5 12 فتطلع 5 over 4 أمبير تطلع كام؟ تطلع 5 over 4 طب جميل بعدين بعدين هو عايز accumulated charge on the plate of the capacitor فاحنا ممكن نعمل loop loop بسيطة بس كده فين اللوب دي؟ نعمل هي تعمل loop فوق هي تعمل loop تحت أنا رأي تعمل loop فوق لو انت عملت loop فوق كده فانت عندك القرم تلمشي فوق أو 5 over 4 حلو أمبير time is mean time is 5 يبقى 5 over 4 times 5 بعدين دخلت فين؟ في النيجاتيب يبقى minus minus 6 هبركز دي هتم قوم من سيركت لانا ما فيش كرة متايمش هنا عشان الكامستر بعدين المكسف مفروض يعني هنا هيتخزن شحنات بوستف وهنا هيتخزن شحنات negative ومنس V C minus A V C equal 0 فمنجي نحسب القصة دي هتبقى أنا 5 times 5 divided 4 يعني ايه بتتكلم في 6 point 25 minus 6 واد دي ناحة تانية equal V C فاليه تبقى O point 25 equal V C فهو كان عايز ايه عايز Q طب ما Q بتساوي ايه بتساوي C V 0 point 25 بتطلع 0 point 5 بس ايه بقى micro column 0 point 5 micro column طب فيه طريقة تانية بغير كرشوف اه لو انت بس بركز بس الفولت اللي فوق ده ايطلع 6 وربح اللي هو IFR حلو طب وديه واحدة اخده 6 ماشي وديه ما فيش بتاوي فولت بعدين تاخد كام تاخد ربح هبص بالعين اهو ده اللي فاضل طب ربع في اتنين يدي نص ايه نص micro column فالاجابعة هتكون دي ماشي 39 39 بيقولك اي كامستور open circuit يعني الكارن تهيطلع من هنا مرشو دعب الكامستور هيكمل كده هيكمل كده هيكمل كده هيكمل كده والمعدتش على ده open حلو فحيبقى بمنطقة المساطة كده ال I هو عبارة عن ال V على R total شابتر 1 فال V 20 الارات با معلم عندك 2 plus 2 plus 1 يعني بتتكلم في 20 over 5 فتطلع القصة دي كام بتطلع ب 4 أمبير بس والباقي طبعا يكون مسارات open bosses لان الكامستور في DC يعامل معاملة open يبدأ هنا open boss وهنا برضي تعتبر open boss جميل number 40 بيقولك 7.5 plus 15 فدولي الغبعد فتطلع 1.5 over 7.5 plus 15 تطلع 22.5 فالقصة دي هتب 1.5 by 22.5 فتطلع 1 over 15 يبقى طيار الدايرة 1 over 15 أمبير ماشي بعدين ما هو عايز هو عايز الفولتر المكسف فبص هنعمل واحدة واحدة الفولتر هنعمل ممكن على طول نعمل كده مثلا loop حلف كده فمع الكارنت الكارنت انا واحد على 15 ف15 يبقى دي اول حاجة هنشد خط 1 على 15 ف15 يعني واحد هنخلت في البوستر بلاس واحد هنخلت في النيجاتف باينس واحد طب هو الطبيعي هنا الشحنات بتتراكم ازاي ان مفروض لو ده زق كده فيتراكم هنا بوستر جميل ويتراكم هنا ايه ويتراكم هنا نيجاتف مثلا فالقصة دي هنقول بلاس في ايه بي حتى لو انت فرضها العكس هتطلع صح بس بالنيجاتف equal zero يعني فرض اي حاجة براحتك فدول هلغوا بعض وففتين مع ففتين هتطلع ب 1 equal zero فده معناه اكيد ال equal negative 1 طبعا يبقى احنا فرضينا بالعكس فالإجابة تطلع ب 1 voltage جميل يعني فرضها اي حاجة طب بلاش كيرشوف عايز حلاب طنية تانية في طنية تانية اه بال سيريس والبارل الفولت اللي فوق اه الكارنة الفروض ماشي كده حل فالفولت اللي فوق قلناه عبارة الواحدة الـ 15 في 15 يعني ده واحد فولت ماشي وده مرضو ايه ده يعتبر تشارجنج فده واحد فولت مع واحد فولت يبقى كل ده ب اتنين اين المكسف عليه فولت بكام بواحد طب جميل دي نمبر 40 نمبر 41 بيقولك بيقولك يعني XL total 151 point 2 فده مفروب يساوي 2 by F 100 في L total حوال دي بال divided اهو يبقى هنا 2 5 1 point 2 over 2 وال bio 3 point 14 times 100 فتطلع 0 point 4 يبقى أنا معي ان L total 0 point 4 طب جميل L total دي جاي من ايه بقى اولا دول series واحدة بكام دي هتبقى واحدة 0 6 0 point 6 ماشي برقل مع برقل مع مين يعني او product L 4 plus 0 point 2 اعلى وproduct اعصم الصم هيبقى 0 point 6 لو انا ضحت plus 0 point 2 plus L 4 L 4 كل ده equal كام equal 0 point 4 0 point 4 يعني بالآخر القصة دي هتبقى كويلين كويل فوق وكويل تحت كويل اللي تحت عبارة عن 0.6 وكويل اللي فوق هيبقى L4 plus 0 point 2 جميل جميل فاقول لي بقى L4 بكام عارف لو انت عندك بس سمس شوية واحدة ونصها الحل تلتهى لو دي 0.6 واللي فوق مثلا cut 1.2 هتبقى واحدة ونصها الحل تلتهى اللي هو بطلع كام في الآخر لو بطلع 0.4 وده الحل بتاع يبقى لازم دي تبقى 1.2 يبقى 0.2 مع كام اكيد مع 1 ماشي ماخدتش بالي انا ماخدتش بالي ما عرفش حل منتر هتعمل ايه هتفك الرياضة هتجمع اللي تحت وتضرب هنا ايه في اللي فوق هتبقى عندك 0.6 L4 plus 0.6 في 0.2 تطلع 0.12 over دي هتبقى 0.8 plus L4 كل ده بتساوي كام 0.4 على 1 وتبدأ هتعمل ايه cross multiplication فاللي هيعمل cross multiplication هيوصل للناتج بوست على هنا كده خلاص نجبت لك الحل منت اللي عايز تكمله ايه الرياضيا تعملي هتشد خط كده تعمل سيزور يعني هيبقى 0.6 L4 plus 0.12 equal هيبقى عندي 0.4 L4 plus 0.4 0.4 يعني 0.32 ماشي طب بعدين نعمل ايه نودي دي النحة تانية بالايه بالماينوس تبقى 0.2 الى 6 minus 4 L4 نودي دي بالماينوس وتطلع 0.2 اظن يعني 0.12 minus 0.32 0.2 فحضرتك الخطوة تشيل 0.2 مع 0.2 فتطلع L4 بكام 1 1 فده ااكد كلام اللي انا قلته ان دي لو 0.6 يبقى اللي فوق كله لازم يكون واحدة ب 1.2 واشتطلع 0.4 اللي احنا جبناها دي فاشتبع 1.2 دي 0.2 يبقى دي كام دي 1 هنري فالاجابة طبعا هتكون C هتعابة نخش شباب في السؤال اللي بعده يلا يلا سؤال اللي بعده شباب number 42 بتاعنا شو بيقول ايه بقولك in the shown circuit in the opposite figure in the current of frequency f passing in the circuit فكانت ال XC بقار في الحال الاولى ماشي قال لك thus if the frequency is increased to double اما frequency لما تزيد ال double اللي بيحصل in frequency inverse مع XC فXC هتقل انه نص يعني XC2 هتبقى نص XC1 تم XC1 بR يبقى XC2 بنص R ماشي دي المانومة اللي عندي فهو قال لك عايز البدنس 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 R مفروض بلاص هنا ايه XC2 ماشي فتبقى R بلاص half R all square تحت الروت فتبقى R بلاص 1 over 4 R برضو تحت الروت فالقصة دي لانما تحسبها تطلع 5 over 4 R square تحت الروت فلما تاخد root root 5 over 4 تطلع بالضبط 1.11 فتطلع 1.11 R احي فطبعا الاجابة هتكون D becomes 1.11 R هتبقى C تبقى C طبعا C مش D 1.11 1.11 1.11 R 43 بيقولك XC1 ركز بس الرخب ده بيساوي 2XL1 ماشي when the frequency increase to double when the frequency تزيد XL ستزيد للضبط يبقى عندي معلومة XL2 2XL1 2XL1 هادي معلومة XC1 بيكون 2XL1 يبقى XC2 بيساوي مفروض نص وشيل XC1 وحط 2XL1 فاللهيحصل ان 2 هتروح معل 2 XC2 بتساوي XL1 ماشي بتساوي XL1 طب جميل وXL2 بتساوي 2XL1 فانا ممكن اخد اللي اتنين دول وقسمهم على بعض لانه هو عايز relation ما بين XC2 وXL2 فلما تقسم ده يروح معده فتطلع كده XC2 over XL2 equal 1 over 2 هو عايز XC2 فXC2 لما نعمل cross multiplication وتحصل دي بس فتبقى XC2 بتساوي XL2 times r half يعني مجرد ده تطلع بس فوق فتبقى half XL2 عجابة هتكون C فكرة برضه محترمة جدا 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 number 44 بيقولك in the sound circuit in the opposite figure ماشي if the phase angle between the current and the total voltage is 30 how the capacitance of the capacitor can be changed such that phase angle becomes 60 10 سيطا عطول او 10 كانت 30 بقت 10 عايزينا 60 فال10 سيطا مفروض الصح او negative XC1 over R وعلى negative XC2 over R XC1 over XC2 XC1 over XC2 XC1 over XC2 ماشي ماشي طب انت استعرف ايه؟ استعرف ايه؟ استعرف ايه؟ بقت كام؟ هتعمل cross multiplication او مجرد تودي C1 فتبقى C2 equal 1 over 3 times A times C1 طب جميل يبقى C2 decrease to third by decreasing capacitance into third its original value فالاجابة طبعا هتكون ايه؟ جميل جميل جدا يبقى احنا كده خلصنا كل الاسئلة اللي علي ايه؟ علي فكرة two component سواء RL أو RC أو R أو سواء LC تعبعا نخش فيه في اللي سريكم بونات فالله والله بيه؟